عشرة نشطاء وفنانين على الأقل اعتقلتهم السلطات المغربية وحاكمتهم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة جميعهم لم يرتكب من الجرائم سوى التعبير السلمي عن أراء انتقادية عبر منشورات على الفيسبوك أو مقاطع فيديو أو أغاني الرب هذا ما أفاد به بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الطرفان الحقوقيان الأكثر تركيزا في الأشهر الأخيرة على ما يعتبرانه انتهاكات ترتكبها الرباط بحق الناشطين والمدونين البيان سجل في فقراته وجود سبعة أشخاص في السجن على خلفية ملاحقات تتصل بمواقف عبروا عنها في منصات التواصل الاجتماعي أو في أعمال فنية بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما إضافة إلى ثلاثة آخرين ينتظرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت وتقول المنظمتان إن هؤلاء اعتقلوا في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو مقاطع فيديو أدان فيها الفقر والفسادة أو انتقدوا الملك محمد السادس وكثيرا ما تثير هذه الملاحقات انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب بينما تؤكد السلطات المغربية أنها تطبق القانون نافية أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ويقول المسؤولون في الرباط إن على هؤلاء الناشطين أن يميزوا بين حقهم في التعبير الحر وبين الوقوع في ارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون ترجمة نانسي قنقر